السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من انتحق بنا مؤخرا اذا اخواني اخواتي اليوم سنتحدث عن المغرب المغرب اليوم يخدم على اعمار مدينة القويرة ولكن اعمار شامل كذلك سنرى مفاوضة اوروبية عاجلة مع المغرب بخصوص اتفاقية الصيد البحري والفلاحة فابقوا معايا الاخوان موضوع شيق جدا قبل ما نبدأ وكنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناة بالضغط على زر اعجاب كذلك دعمونا بالبارتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع ونبدأ بالمفاوضات اللي كان حاليا ما بين بروكسيل والريباط مفاوضات كان بدون بوليزاليو لان بكل بساطة اي لكن هاد الكيان الواهمي فالمغرب ما غدش نحضر لهاد المفاوضات فرغم المناورة الجزائرية داخل برلمان الاوروبي ليس فقط غير لضرب مصالح المملكة المغربية الشريفة بل المتضرر الاكبر هي اسبانيا اسبانيا لليوم عندها علاقات يعني ممكن نقول عليها ممتازة مع المملكة المغربية الشريفة احب من احب وكره من كره بغول لكره اسبانيا غادي مع المغرب في طريق صحيح انهم تهموا الحكومة ديال بيدرو سانتشيز تهموا بيدرو سانتشيز وانهم امل ان نهار تغير الحكومة غادي القرار ديال الاعتراف بمغربية السحر حتى هو غادي تغير ولكن هذو يجهلون ان الامر لا علاقة له بالحكومة ولا برئيس الحكومة فهو قرار دولة سواء تغيرت الحكومة او لم تتغير لن يتغير شيئا يعني القرار هو القرار اذا كان الاتحاد الاوروبي غادي يخضع لها التدخولات الخارجية اللي هي اساسا من جمعة ارهابية والحاضنة ديالها اللي هي الجزائر فاليوم المغرب امام امتيحان امام تحدي حازم عن مفاوض ديال الاوروبية كان حكم سابقا يعني حكمات المحكمة الاوروبية اللي ضرب هاد الاتفاقية ديال الصيد البحري واللي كانت ما بين المغرب واوروبا بسبب الاقاليب المغربية الجنوبية واعتبرها بالاقاليب ما زال متنازع عنها وما خاص تدخل في هاد الاتفاقية وهذا الامر اللي كيرفضو المغرب رفضا يعني جملة وتفصيلا فالمغرب اللي ضيح الراس في هاد المسألة يعني قاعدك الشي اللي بنها هاد سنين غادي يضيعو المغرب ما خصوش يتنازل وما غاديش يتنازل رغم الحكم ديال المحكمة الاوروبية السابق اليوم بروكسيل كتتفاوض مع المغرب في اتفاقية بدون البوليزاريون لان بطبيعة الحالي لكانت هاد الجماعة الارهابية المغرب ما غاديش يتفاوض معهم فقالت الصحيفة ديال البوبليكو الإسبانيا ان الاتحاد الاوروبي يجري مفاوضات مغلقة مع المغرب بشأن اتفاقية السيد البحري في محاولة لإيجاد صيغة لتجديد هذه الاتفاقية التي يرتقى بموعد انتهائها والمحدد بالضبط في 17 يوليوز المقبل وحسب ذات المصدر فإن تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب مهدد هذه المرة بقرار صادر عن محكمة العدل الاوروبية التي سبق أن أصدرت حكما بإلغاء الاتفاقية الجارية بدعوة أنها تتضمن سواحي البحرية الأطلسية التابعة للأقاليم الصحراء وهو الإقليم الذي لا زال النزاع قائم عليه بين المغرب وجبهة البوليزاريو الانفصالية ووفق محكمة العدل الاوروبية فإن في حالة توقيع اتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي فإنه يجب أن يشمل فقط سواحي البحرية المغربية التي تبدأ من وجدة شرقا إلى غاية طرفية جنوبا مستثنية سواحي الصحراء المغربية وهو الأمر الذي ترفضه الرباط حيث تعتبر أن الصحراء جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية ولا يمكنها أن توافق على اتفاق يقتطع أراضي مغربية وقالت صحفة البوبليكو الإسبانيا أن المفاوضة الأوروبية والمغربية يجريان مباحثات حالية قبل انتهاء الاتفاقية يعني الاتفاقية للصيد البحري بهدف إيجاد اتفاق تنائي أو صيغة تسمح بتجديد اتفاقية دون إلغائها بشكل كامل مضيفة بأن الاتفاقية تجري بدون أي مشاركة من جبات البوليزاريو الإنفصالية وأشارت ذات الصحفة إلى قيام عضو برلمانيا إسبانيا بالبرلمان الأوروبي تنتمي إلى حزب بوديموس هذا الحزب هو نفس الحزب اللي تسخدمه الجزائر باش يهاجم المملكة المغربية ويهاجم المصالح ديالها بطبيعات كان الريحة ديال ديبلوماسية الشيكات والهيبات فهد البرلمانيا المعروفة بدعمها للمطالب الانفصالية لجبهة البوليزاريو بتوجيه رسالة إلى رئيسة المفاوضة الأوروبية تطالبها بتقديم توضيحات حول أسباب إبعاد جبهة البوليزاريو من المفاوضات الجارية مع المغرب وراء أبواب مغلقة حسب تعبير العضو البرلمانيا المشار إليها بشأن اتفاقية الصيد البحري وهذا وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سابق أن أوضح لمحكمة العدل الأوروبية أن الاتفاق المواقع مع المغربية تضمن الصحراء لكن بموافقة سكانها حيث تم القيام بالعديد من اللقاءات مع العديد من الهيئات والمنظمة الصحرائية المقيمة بالأقليم الصحرائية المغربية وأبدو موافقتهم على الاتفاقية التي تنعكس بشكل إيجابي على التنمية في المنطقة تبير جبهة البوليزاريو نفسها أنها هي الممثل الشرعي الوحيد لسكان إقليم الصحراء المغربية فإخواني أخواتي ما عرفنا شكول يعطيهم الحق أنهم يتكلموا بالاسم ديال سكان الصحراء المغربية شكول يعطي الحق الميليشياد البوليزاريو لابن بطوش أنه يتكلم باسم المغاربة أو الصحراوية المغاربة بصحراء المغربية يقال كيرفضوا اتفاقية الصيد البحري الموقعة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدعوة أنها تتم دون موافقة الشعب الصحراوي وتعمل على نهب خيرات المنطقة لفائدة المغرب وستتجه الأنظار في يوليوز المقبل إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي والمغرب سيوقعان على تجديد اتفاقية الصيد البحري أم أن قرار محكمة العدل الأوروبية سيقف في وجه التجديد خاصة أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي تقطيع لأراضي الترابية في هذه الاتفاقية أما الآن سنتقلوا للمغرب اللي يبدأ بتنزيل إجراءات سيادية المتعلقة بإعمار مدينة القويرة المغربية في أخواتي حان الوقت لإعمار مدينة القويرة بالإشارة في هذه المدينة القويرة كانوا خلق سامعة منطنجة القويرة ولكن لا يعرفوا حد شكва لهذه المدينة المغربية ويوجد المدينة القويرة المغربية مغايرة إلى المدن المغربية الأخرى القويرة قامت بالمتقال عزلة و يoire تقضم حتى القرقايت ثانياً لأن الحسن الثاني أردت الإدارة الوريطانية يعني الجيش الموريطاني هو اللي كيحرصها كان اتفاق ما بين المغرب وموريطانيا باش هما يسيروها ايداريا لانها قريبة جدا لموريطانيا وهلا كان شي انفلات امني فاقضي اضطر بشكل كبير على موريطانيا كما جغرافيا فهي النقطة الاخيرة ديال الخارطة المغربية ولهذا كان اتفاق استراتيجي ما بين المرحوم الحسن الثاني رحمه الله والحكومة ديال الموريطانيا ايداريا كيحرصوها يعني الجيش ديالهم كيحرصها القويرة هي مدينة غير مسكونة ما فيها احتشي حاجة القويرة هي جات مور المنطقة العزيلة طبقا المغرب كيخصو يمشي حتى الموريطانيا احد يدخل القويرة ولكن اليوم تغير الوضع ومن اللي نقينا المعبر ديال القرقالات تغيرات الاوضاع والمغرب قرر يدخل بجدية في هاد الامور سيادية المتعلقة باعادة القويرة للمغرب او اعادة اعمار القويرة اما القويرة هي مغربية فهذه الشهور اللي اعلن المغرب هاد الامر خرجت لأبوقتي للنظام الاسكاري وبدأت تحرض في موريطانيا على اساس ان القويرة هي موريطانيا والمغرب كما كيتتهمه باللي بلد توسعي كما كيقوله بغي سيطر لهم الى القويرة باش يدير مشاكل في المنطقة ويبيين للمنتظم الدولي ويبيين لعالم باللي المغرب هو دير المشاكل مع جيران البلد اللي عنده مشاكل مع جيران دياله لكن موريطانيا ماشي من مصلحتها انها دير مشاكل مع المغرب واخا كانوا خرجوا برلمانيين كيتكلموا لهذا الامر كيتكلموا لان القويرة هي موريطانيا ولكن من اللي بحثنا لقنا هاد البرلمانيين هما من اصول ديال بوليزاريو وجنسوا في موريطانيا ولهذا كيتكلموا بليسان البوليزاريو ليس بليسان موريطانيا صراحة موريطانيا خرجت وتكلمات وقالت باللي القويرة هي مدينة موريطانيا يعني منحق المغرب اعادة الاعمار ديال هاد المدينة فمن بعد العملية القرقارات قرر المغرب يتحرك في هذه المسألة الخطوة القويرة رابحها بحال القرقارات حتى القويرة هي من أجل تعزيز التنمية في المنطقة من الداخل القويرة فالمغرب فعلا بدأ في دراسة جيد متقدمة لتشيد القويرة بغلاف مالي قدروا 1 مليار دولار وكذلك البدء رسميا في إعمار القويرة يقرر أنه يدير واحد القرية للصيادين لأن هذه المنطقة فيها أسماك بجودة عالية ممكن تلقاهها في شبلسة أخرى إذن هذه المنطقة ستكون اقتصادية وتكون كذلك سياحية لأن المغرب سيعمل على منشآت سياحية وهذه المدينة لديها مقاومات مدينة سحيرة أولا عندها شاطئ طول 40 كيلومتر يعني اللهم بارك وزائد عندنا ميزة أخرى ميزة مهمة هي المناخ عندها واحد المناخ معتدل طول السنة يعني اليوم المغرب سيعمل على إعمار شامل لمدينة القويرة بالإضافة إلى ميناء القويرة اللي سيحقق مكاسب استراتيجية و ستعود بالنفع على الصحراء المغربية و على المغرب و حتى على موريطانيا إلى بطبيعة الحال موريطانيا فتحت علاقة إيجابية مع المغرب فننسوش إخواني أخواتي بالإشارة أن هذه الخطوة المغربية للإعمار القويرة ستجلب مستثمرين أجانب للمنطقة فإخواني أخواتي إعمار القويرة حلم لك حلم كل مغربي و ما نتمناه نحن كمغربة إخواني أخواتي حتى اللي هنا نكتفي بهذا القدر تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة